بسم الله اهلا بكم في فيديو جديد من كورس بالو اولتو. في الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن اللايسنس والسابسكريبشن الخاصة بالبالو اولتو. وهنشوف اه اي انواع اللايسنس في البالو اولتو. بالو اولتو زي زي اي فايرول. اه اول ما بتيجي تشتريه بيجي معي بعض الاختصال الاساسية اللي بتشتغل معك بدون ما بتحتاج اي لايسنس. لكن في بعض الاختصال لما بتيجي تستخدمها بيطلب منك لائسنز ولازم الائسنز دي تجدد كل سنة في البروالتو في اكتر من لائسنز عندنا اول اول نوع من لائسنز وهو الخاص بالسبورد وده في منه اكتر من من نوع وهو الستاندر سبورد وبيميام سبورد والبيميام بلاص وكل نوع منهم في بعض المختلفة عن النوع التاني السبورد في البروالتو بيبقى مسؤول عن لو حصل مشكلة في الديبايس نفسه وهيتغير لو في عندك مشكلة في الكونفيد ومحتاج تفتح كيس مع بلوالتو وعشان خطر يدخل معاك في المشكلة ديت لو عندك في باكز مسلا في الديبايس نفسه ومحتاج حد من السبورد يدخل معاك او يبعت لك اوبديتز معين بعده السبورد مسؤولة عن الابديتز الخاص بالابديتينج سيستيم نفسه بتاع البلوالتو لو اللايسنز اكسباير انت اشتعرف تعمل اوبديتز للديبايس نفسه اه تاني حاجة عندنا وهي خاصة بالتريد بريفينشن ودي خاصة بالانتي فيلس والانتي سبام والفردرابيلتي بروتكشن او الاي بي اس اه لو انت عايز تشغل البلوالتو از انتي فيروس وانتي سبام وتشغله از اي بي اس لازم اه يكون عندك لايسنز وعشان خاطر تقدر تعمل لانتي فيروس والاي بي اس برضو اه تانية حاجة عندنا وهي وزيه زي اي معظم لازم يكون فيه لايسنز لعشان خاطر تقدر الخاصة باليوزر لو انت عايز لو عايز تبلوك اه ويب سايتس معينة او عايز اه بعض السايتس الخاصة بكل اه او خاصة بكل يوزر او انت بتقدر تخلي الفايرول اه يشتغل اكتر من فايرول في نفس الوقت ان انت بتفيرشواليز نفسه وبتعمل اكتر من 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 فايرول سايتس واحد اه بحيث ان انت يعني كأنك اه مشتري اكتر من فايرول على سبيل المسال لو عندك اه لو انت شركة اي سبي مسلا وعندك بيفايس كبير وتقدر تكونفجر مجموعة انترفيسز اه وتشغلهم كذا اه اذا فايرول بكونفيرشن معينة ومجموعة انترفيسز تانين اشتغلوا اه اذا فايرول بكونفيرشن مختلفة تماما عن الكونفيرشن الاولانية اه اه الفايرول سيستم ما بتشتغلش معه كل السيريس في البرقالتو يعني ال في ام سيريس ما بتشتغلش ال 500 و ال 200 حاجات الصغيرات ما بتشتغلش معها لكن بتشتغل معك بقى من اول السيريس 3000 وال5000 وال7000 اللي بكون خاصين بالنتروك الكبيرة والداتا سنترز والمؤسسات الكبيرة خامس حاجة عندنا في اللايسنز الخاصة بلوالتو هي الوائلد فاير الوائلد فاير ده الساند بوكسنج كلاود بتاع بلوالتو وده بيتيح ليك ان انت تقدر تبعت لبالوالتو بعض الفايرز او تفارورد عليه ترافك معين بحيس ان هم يعمل له اناليز عنده ويبعث لك اا ريبوت ويبعث لك اناليزز ريبوت بنوع الترافك دوت والريسك اللي فيه لو فيه ترافك معين او فايلز معين على سبيل المسال ملفات وورد ملفات اكسل ملفات exe فايلز معينة ملفات java انتشركك فيها البالوالتو يقدر يعمل اناليزز عليها ويقدر يحدد ريسك ويرد عليك في خلال خمس دقايق من مجرد ما بتبعث الفايل هو عنده data based كبيرة جدا وعنده sandboxed advanced جدا يقدر يعمل analysis بشرعة رهيبة ويبعث لك الرد عندنا برضه الـ global protect وده يتخاصه بال vpn client server لو انت عايز تعمل vpn client server عند رأي الموبايل او عايز تتحكب في الموبايلات اللي بتconnect على الـ network عندك هتحتاج ان انت يكون عندك لـ global protect بالمناسبة لـ global protect انت تقدر تستخدمها بدون ممكن تعمل client server انا عندي لابتوب عايز اتconnect على الـ network عن طريق vpn تقدر تشتغل معك عادي لكن او هتستخدم الـ mobile device لازم يكون فيه license او لو انت عايز لو فيه بقى حاجة زي ما نشوفها قدام اسمها large scale vpn ان انت يكون عندك تعمل vpn بشكل كبير جدا وعندك اكتر من فرع واكتر من gateway واكتر من خط ربط دي هتحتاج لكن vpn العليم مش تحتاج منك license طيب لو اللايسنز بتاعتي expired انا شغال وفجأة اللايسنز عندي expired والشركة لظروف ما مش هقدر ان انا جدد اللايسنز الوقتي او هاخر اللايسنز الا هيحصل بالنسبة للـ support فانت مش هتقدر تعمل اي software update للـ للأسف وهيفضل شغال باخر updates او او اخر software او او اخر vision انت شغال عليه هيفضل شغال معاك ولو حصل اي مشكلة في الدفايس بتاعك مش هتقدر تفتح كيس معبره لو الدفايس نفسه حصل فيه حاجة مش هتقدر تتغيره او او تبعت لهم ان هم يشوفوا المشكلة الـ antivirus والـ antisprime هيشتغلوا معاك باخر database updates عندك اخر updates حصل في الـ الخاصة بالـ antivirus والـ antisprime هيشتغل معاك عادي لكن اي definitions جديدة خاصة بالـ antivirus والـ antisprime والـ IBS مش هتقدر تعمل لها دول نود مش هتشتغل معاك الـ global protect الخاصة بالـ mobile device مش هتقدر الـ VPN مش هتشتغل ومش هتقدر تأكسز الـ network country الـ mobile device لازم ترجع تعمل الـ 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 wild file نفس القصة مش هتقدر تبعت تقدر تبعت كل الـ الـ هتقدر تشتغل بس على الـ انت تقدر تبعت بعض الفائلات الصغيرة الـ exe او الملفات acceptable files زي exe و msi لكن ملفات office ملفات java ثافق معين عايز تفراد او تدول على بل عرضه يعمل له للأسف مش هتشتغل معاك و هتحتاج ان انت تعمل الـ 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 عندك 2 options لو الـ الـ expired ياما لو انت مثلا انت عامل policy او عامل بروفايل ان انت هتقلاو هتقلاو مجموعة معينة او هتتبلوك مجموعة معينة الـ 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 ده ماكه حاجه من الـ اتنين اما هتفضل ألاو اما هتعمل لها و السايلز اللي انت عامل لها صحيح تفتح للجوزر كلهم اما هتقفهم يبقى اما الـ ويب بروزنج ياما هتقفل خالص ياما هتفتح بشكل 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 اوتوماتيك عند الناس كلها وكل الناس هتقدر ستأكسز الـ اللي هي عايزه وفي الحالة دي طبعا هتلابش كده بالنسبة لك ولازم انت تشوف اه يعني او مادتش تجدد اللايسنس بسرعة هتطلق انت تشوف بقى بديل اه اي او حاجة زي او او اي سلوشن تاني تشتغل مع البلو اب.